حكومة الإنقاذ تشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات التجريد من الحقوق المدنية الموضوعة في السجلات المدنية وتأكد من إزالتها ومعالجتها أقل مسؤول العلاقات العامة في رئاسة الحكومة إن رئيس الحكومة وجه بفتح تحقيق فوري ومسألة من أصدر الوثيقة عن طريق القضاء المختص وإصلاح الخلل الذي حصل بأوراق وثبوتيات المراجع صاحب العلاقة وجه بيان الحكومة على خلفية إصدار إدارة السجل المدني وثيقة بيان قيد لضابط منشق عن جيش النظام كتب عليها مجرد من الحقوق المدنية والعسكرية وينضم لنا عبدالله عبدالله مدير عام الإدارة العامة لشؤون المدنية في حكومة الإنقاذ من ريف إدلب سيد عبدالله بداية ما وظيفت هذه اللجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا سيد رئيسي الحكومة الإنقاذ أمر بتشكيل لذني مهمة النظر في خلاصة الإحكام المذكورة والمدونة على بعض القيود في السجلات المدنية وهدفه هي التخفيف عن أخوي أصحاب القيود التي وضعت إشارة قضائية على فائدة نعم سيد عبدالله تفضل نحن في عنا القيد القيد ما يحمل مبيانات من اسم أب من اسم أم من اسم الشخص ذات نفسه الموليد وأحيانا يطرأ على هذا القيد حكم قضائي الحكم القضائي يبدل من محكمي ويدون على القيد فبيجي أحد الأخوي مثلا بده طبعا القيد مكتوب عليه مجرد من الكفوف المدني والغرض هذا الكلام أنا عم بحكي عند النظام عند النظام كان الغرض منه ما بيبيع ولا بيشتري ولا بيتوظف حتى يراجع القضاء بالنسبة لأننا نحن هنا ما في عنا هالمشكلة هاي يعني بيجي بياخد إخراج قيده تمام خالي من هالعبارة إلا إذا صاحب القيد طلب أنه يراجع أمره في القضاء يراجع أمره في القضاء فنحن ندوله على إخراج القيد المداخر القضائي أو خلاصة حكمه على إخراج قيده ومن ثم يراجع القضاء لرد اعتباره إذا كيف تم إصدار بيان القيد الذي يتضمن تجريد هو تناجع بين شخصين كيف تم إصدار الحكم أو بيان القيد الذي يتضمن تجريد المراجع من حقوقه المدنية والعسكرية هلأ نحن القيود السجلات جاءت عبر تراكم سنين وليس جاءت من عند النظام أو غير النظام دائما نحن في عنا في حالة تناجع بين شخصين أحيانا يصدر حكم على هذا الشخص ويوضع طبعا الخصف مجرد من الحقوق المدنية وأنا قلت لك المتابعين من الحقوق المدنية الغرض منه هو مراجح بالقضاء فنحن وقت اللي شفناها الحالي هاي موجودة فيجي بعض الأخوي يقول لي أخيانا بدي سوي أمري أمام القضاء لأنه فيه تناجع بينه وبين شخص آخر فمنعطيه إخراج تيد مدون عليه فلاصة الحكم فبيروح أمام القضاء بيسوي وضعه واللي بده إخراج ما هو مدون عليه فنحن معنا مشكلة لكن هناك من يقول أن هذه العملية تمت بالتنسيق بين السجل المدني في حكومة الإنقاذ وحكومة النظام هل ما يتم تدوله صحيح؟ طبعا هذا كلام باطل هذا كلام باطل بعدين نحن فيه عنا شيء يعني عنا المؤسسات المدنية والنظام وإجرامه شيء آخر هذه السجلات المدنية هي فيها حفظ أنساب الناس فيها واقعاتهم فما تخذ على نظام ولا غير نظام أصلا نظام المدرم يعني أحرق كل السجلات اللي بتخص الناس اللي بتخص المواطنين أغلب أحرق في جسر الشبور أحرق كل السجلات فهو ما بهمه التماسك للمؤسسات الدولية يعني من أين أتت السجلات المدني والقيود في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ إذن؟ عفوا؟ من أين أتت الآن يعني السجلات الموجودة لديكم والأسماء الموجودة من أين أتت إذن؟ نحن عندما حررنا المناطق المحررة اللي شاهد وما حولها فالسجلات بقيت كما هي إلا اللي قدرنا نحافظ عليها اللي أحرق النظام أحرقها واللي ما أحرق النظام بقيت موجودة بين دياتنا وحافظنا عليها يعني بسؤال أخير وبعجالة ما أحرق منها كيف تعاملتم معهم؟ اللي أحرق النظام تعاملنا معها أعدنا اعتبارا من جديد أعدنا التجيل وأعدنا قراءة السجلات المحروفة وتواصلنا مع الناس واجبنا بياناتهم وسجلناهم من جديد وظلينا على مدى خمس سنوات ونحن نقوم بعملية تجيل من جديد بالنسبة للمواطنين اللي أحرقها السجلات طبعا المواطن بطاقة عائلية بطاقة شخصية كل هذه المعلومات نحن نزلناها من جديد على السجلات مدير عام الإدارة العامة لشؤون المدنية في حكومة الإنقاذ كنت معنا من ريف إدلب شكرا لك اشتركوا في القناة